اطلقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المرحلة الأولى من مركز الحاضرات السماكية في المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان ويقام المشروع على مساحة 2000 متر مربع تضم 40 حوضا للأسماك يستهدف في مرحلتيه الأولى والثانية 30 من رواد العمل للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد التحية دكتور طبعا الفكرة الأساسية نتعرف على هذه الفكرة الأساسية لهذا المشروع لا سيما أنه يستهدف رواد العمال على ماذا يتم تدريبهم تحديدا دكتور دكتور هل تسمعوني؟ دكتور نبيل دكتور نبيل أعتقد بأن هناك خلل من المصدر نتابع نشرة الأخبار حيث تعد سرعة الاستجابة معيارا مهما في العمل الأمني والذي تعتمد عليه بشكل رئيس غرفة العمليات الرئيسة من خلال تلقي البلاغات على خط الطوارئ 999 بما يضمن معالجة البلاغ بشكل متكامل الطوارئ محمد معك فضل الاستجابة السريعة لأي حادث أو طلب مساعدة وإنجاز مهمة بأعلى درجات الكفاءة والاستعداد والجاهزية قواعد رئيسية في العمل الأمني تزيد من قدرة الشرطة على التعامل الفعال مع مختلف البلاغات ويتكامل مع هذه القدرات مستوى التنسيق والعمل الميداني المشترك وتحديث الأجهزة والمعدات والأنظمة يعمل المركز في شهر رمضان المبارك بشكل مكثف ويتم تكثيف العناصر البشرية موجودة في المركز ومن خلال ذلك يتم أيضا تكثيف دوريات النجدة ويتم ترتيبها وتوزيعها في أنحاء محافظات المملكة بشكل مدروس لكي نقطي أسرع وأعلى نسبة استجاب ونوصي جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد على الاتصال على رقم 999 والاتصال على خطوط الاتصال المرئي رقم 39 38 3999 و39 37 3999 و39 36 3999 لتقديم بلاغ أو طلب المساحدة في غرفة العمليات الرئيسية 999 هناك آليات متطورة للتعامل مع البلاغ منذ تلقيه وحتى الانتهاء من معالجته واتخاذ الإجراءات اللازمة كذلك الدور الذي يقوم به خط الطوارئ الخاص بفئة الصم ولبكم من خلال استخدام أحدث التقنيات التي تسمح بالتواصل مع هذه الفئة بكفاءة وفعالية تنفيذا لتعليمات سيدي معالي وزير الداخلية الموقر والذي يوجه بتدشين عدد ثلاث خطوط خاصة للطوارئ للفئة غالية لنا جميعا وهم المتحدثين بلغة الإشارة حيث تم توفير جميع الأجهزة والمتطلبات اللازمة لاستقبال مكالماتهم المرئية بمركز العمليات في وزارة الداخلية وطبعا منذ تدشين هذه الخطوط وردتنا مختلف البلاغات من هذه الفئة من طلب مساعدات وشكاوي وطبعا هذا هو الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو توفير المساعدة والعون لهم ولن يتوانى موظفي مركز العمليات بوزارة الداخلية من خدمتهم تعد غرفة العمليات الرئيسية مركزا رئيسيا في المنظومة الأمنية باعتبارها المحطة الأولى في تلقي البلاغ وقد شهدت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير وتحديث غرفة العمليات مما انعكس على كفاءتها ومعدل الجاهزية والاستعداد